نفسي بسم الله الرحمن الرحيم معاككم في أول طبق هو طبق المكريل المكريل بصراحة عايزة مشى بفكرة صينية بسم الله الرحمن الرحيم صينية وخضار وكل حاجة ولكن تتبيه تكون مختلفة شوية إيه التجبيه وإن لي مختلف شوية؟ يلا بنا بسم الله الرحمن الرحيم عندي الأول خالص بس هفربها شوية برضو لشغال حت الجنزبل بسم الله هتقولي جنزبل أقولك ناسبرو بقعا على عشان أين النهارده فيه لعبة علي جدا نسنا نجيب سفينة أكثر نفرم بها بسم الله جنزبيل مفرومه كده هو طبعاً بتقشر وبينبشر مفرومه طرمة كويسة جداً كده الأول ده اللي هبقى معايا في الحشو والتنبيلة هي هي نفس الموضوع ولكن الحشو هيبقى التفلق أو الخرز أو القطع تعالى الصغيرة دي والمية هي اللي هتابت بيها السمكية من بره ومس قالي كده التوم وعندي كمال حبة كرفس على كرات برضه بفرومهم معايا على الطعام هنا كده كل يبقى في نفس الطعام وأحط كل حاجة في الفرم هنا بتفرق جداً هتقولي طب لو حطتهم في البولة يا شف وقال ابنها مايفرق هقولك مش تفرق كتير ولكن اللي بعمله ده هيبقى أكتر وأكتر ليه لأن بخرط أو بخ بخلط كويس جداً جداً كل الخليط أو كل الخضروات مع بعضيها فتستم مختلف تماماً ده كده كرفس على كرات على جنزبيل طيب لسه بدل لسه هتابقى حكاية ورق كرفس فنز دي برضو ورح فرمه كده أنا عارب إن ممكن حد يستغرب التببيلة دي ممكن تمشي مع أروس مع دينيس مع سمكيا سالمون أقولك مالهاش حلوق مفيش أي سمكة نزلت يوم متولدت معاها يعني مقادير فيش هادة كده أو شي لا كل السمك خلقت ربنا وكل واحد يعمل الطريقة اللي يحبها والتيست اللي ممكن يكون مقبول عندنا دي تخلطة شايف ما نامحنا إزاي هقولك لسه إيه بقى تاني؟ عندي حبة شابت مفرومين عندي كمان حبة تزبارة خضرة مفرومين عندي كمان قرن فلفل في النص كده هروح فاربه كمان أحبا نشايفيني المنامح عامل إزاي؟ لسه مشتغلناش لسه احط على بقارات تحب بقى أطوب وحلقات وكل عاجب السلام أحب الأول إيه؟ أوضح كل شيء بصم نظر أعمل إزاي؟ هاش اي حلقة خالص اه 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 الحشو بتاع السمكاية اللي انا هشترى النهاردة ايه هي السمكاية يا شب؟ هي سمكاية مكرمة طيب وبعدين يا شب هاي تببينا تمام تمام طيب وبعدين اقولك تعالا بقى نجيب حبل بوهارات حلوية معلقة بوهارات سمكة حلوة كاملة هي هياخد نصف كسبارة نشفة نصف معلقة كسبارة نشفة هياخد كمان معلقة طبركة حمرة وربع فلفل اسود وربع حبهان مطحول وحبة ملح تمام سلة ملح تمام ويه ماشي ممكن اخد حبة زعتر كمان من النشفة مش هيقولي ده تمام تمام وبعدين اجيب عندي اللمون كده كده تمام وقادي عندي حبة كمان زيت عبت شمس بشرط يكون جدو مش هيخش بجدو تمام لحد كده تمام وزي الفل اجيب عندي مضرب وابدأ ادوم كل البهارات الخلطة دي شاف المنظر نايسها ايه؟ اهمة حبة معلقة توم حلوة كده ويا سلام لو حبين لو حبين مجود هحط عندي معلقة هريسة في الفروق الاحمر بالشطة ورحمة قلبك شاكل ملامة حمزة واضحة هتفعش اي شيء خالص باسترسة مختلفة هتلاقي في جنزبيل هتلاقي في توم هتلاقي في هريسة هتلاقي في كرافس هتلاقي في لمون في كرات كلها كلها في النص قطعة وابعدين اقول لك ولا قبلين هنجيب عندنا اثنين يا فضي الاول قبل ما نظفر اي حاجة على نفس البيتان اللي في كل حاجة اللي حركب شايفين كده وهاجي هنا هاخد حبة زيت التوم ده شاف ما فنم؟ شوف كانت ملك؟ تمام وعليهم هنجيب عندي بصرايا كده وعالبصرايا دي ابل ايه كلام حبة ملح وهزوج شوية في الاسود قطعش كده في الاسود تاني تمام وامسك البصرايا دي بزيت التوم مع بفل اسود ووضعكها مع بعض كده بالشكل ده شوف في ريحة اكيد في ريحة ميحة التوم مش توم بقى ده زيت التوم مع الفلفل اسود عاملين ريحة لازم حضراتكم تجربوها لازم يعني ما شو تخزروا حاجة عليها كمان نفس الخلطة الحلوة دي كرفس وكرات وارح داعكم برده وارح جيب كمان عندي الولاء اللي باقي ده وارح عامل كده كل ده كله بأرضيه واجيب عندي الفلفل الرومي وابدأ اعمل كده كأرضية بالفلفل الرومي احمر واخضر تمام ماشي الكلام حد كده كلام زي الفوت هروح عامل ايه؟ اجيب عندي الخلطة اللطيقة دي واجيب عندي السمكية بسم الله الرحمن الرحمن وارح عامل ايه؟ حاشة كده اه شايف الحشو عاملنا ازاي؟ اه وبحشي بخيز جدا اه وارح عامل كده شوف تاني كده شايف قلب السمكية بروح حاشة كده الشامل ايه بش بش كده غادس كده وراح عامل كده قدامها كده طب شوف انا جبتوا مجمد اشتغل بيه على طول قولك لا سيبوا لما يفك حتى من غير المية سيبوا لما يفك الواحد وخالص وبعدها نشتغل بيه زي ما احنا عايزة سمكية محترمة جدا جدا لاستطدف ويس وتتطدف وتشال الرأس طاحة ونشتغل بيه زي بحكم شايفين بالمجرة كده لحد كده احنا زال فل اقولك ان شاء الله زال فل اعجاب على الوش بقى لمون كده تمام كده في التسويات ودي حاجة مهمة جدا لانها مدخل حاجة متطبيلة كويس لازما اديها حبة مية لعشان الخضار ده ميتلسعش مني في الفرن بسرعة كده اعجاب عندي لو امكان لو امكان مية سخنة او مية عادية او مرأة او اين كده اعندي ملقة جنبالي بسرعة لكل اسبوع ملقة جنبالي بسرعة بسرعة اين بايد عن السمك بسرعة واحدة اتنين ثلاثة ثلاثة نغارف من المرأة او من المياه السكن او مش متوفر يعني بعمل كده بص ما عمليه تمشي المرأة في قلب السنية وروح راجع مع الشري يشغلكم معي راجع هنا مكالي تاني جايب وراء ألمونيوم ومغطي ومدخل الفرن وكده احنا عملنا نقية مكل بطريقة شهلة جدا وطعمها اهم كمان من صغيرتنا بطراحة يعني متبيرة كويس وبطعمها كويس هنسلها عندي لا ده هنا خلال استردين ونسبق احنا دي ده ايش معروسها شوي ماشاء الله انا جايب معناك كباشة هادي ثنية السمك بابدلوا شايفيني مرامة حاملة ازاي انا هغرف الصينية دي هقولوك شكلها عامل ازاي في غرف ايه رايكو تجيني دقيقة واحدة ممكن عشان خاطر بس ايه تبان كل حاجة لان انا شايف انها شكلها حلو بس غامقة الصينية فانا هنعمل حاجة حلو هنجيب طبق ونغرف الكلام ده كله مع بعض ونختم على طول يلا بسم الله اول حاجة في الغرف مغرفش السمك اصلا يعني ايه ايه عارسة السمكية دي على جنب واجب كل الخضار الحلو ده الشياكة ده كده معايا فانين في الغرف واضح برضه للناس وش الغرف عامل ازاي الغرف ده مش سر برضه ااخد الخضار ده كده وابدأ اروح عامل كده سأقوم بأرضية حلوة ثانية الغرف ده مهم جدا يا جماعة والله يا إخواتي كل الناس بفرق علينا مهم جدا لما تجي تغريف طبق تغريفه صحة عشان تطلعي مجهودك بالطبق كويس ميبقاش شكلا وخلاص بقى اللي هو تعبت وعملت طبخة ومش عارف إيه وفي النهاية كله على بعض الغرف ضيعتي يعني جمال شغلك فالأفضل إن إحنا لما نيجي نعمل كده نعمل بالطريقة دي أنا استفيد جدا هاولك القصد إيه أنا عملتها كده هم خلطت كلها شوف كده البصل والخضار وكل حاجة حطنوها استغلي كل حاجة في الصينية أحسن بكتير جدا من مكان في الصينية بص حاجة زي كده مثلا أخذ بالي من هديقشة اللي مش عايزة تمام تمام وبعد إن يشرف أولا بقى أجليب السبكية بص حاجة زي شوف ممسك السبكية زي عشان محصلش أي حاجة كده ولا كده وأبدأ أفرش السبكية كده بص حاجة شوف لك القصد إيه تاني همسك السبكية من أول لحد آخرها ما تخاف نوش مش هطوع منه وأرح جاي عامل كده وأشوف أعمل إيه كل بساطة كده 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 وأرح جاي أعمل كده كده وأرح جاي أعمل كده آخر واحدة شوف تمام لحد كده تمام واللي في الطبقة أقول لك ثانية واحدة أنا الطبقة ده هيخلص حانا دلوقتي بس بطريقة حلوة هجيب عندي أي مصر وأرح جاي أعمل ملمع كل الكلام ده كله بالتدبير دي على الوش شوف وهلمع في الآخر وهلمع على الطبقة بتاعي بعد ما نسل الصوس بقى آه شوف الصوس تمام 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 ملدي اللطيف في الروى الطبقة كده المون البارد بتاعنا هعمل لاين كده عشان الصوس ما يطلعشي كده ومن يبقى كمان جرنش المون كتير شوية لو حبينا هيبدي تست كويس وهيبقى برضو بمدي لطافة بقى حاجة خضرة كده دي الميدور كسبرة أو شبت شبت وبكده يكون من هنا وشفر حضراتكم طبق مفوش أي حاجة ولكن تفرق كتير في الكريس على الوش دي بالاخر مكريل بالطريقة المصرية وبن هنا وشفر حضراتكم مفاش أي صعوبة وضايحة